بسم الله الرحمن الرحيم وبهن سعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم أبناء الأعزاء تلاميذ سنة ثانية أهلا وسهلا بكم أخواتي الفاضلات أمهات تلاميذ سنة ثانية أهلا وسهلا بكم دائما أخواتي مهما نتقدم في الدروس وفي النماذج أعود في كل مرة الأبناء الأعزاء اللي عندهم نوعا ما مشاكل في القراءة أو في الحساب لازمنا نساعدوا هذا الفئة وما ننسوهمش وحسب التعليقات للأسف الشديدة هي فئة كبيرة عدد كبير من التلاميذ الذين لازالوا لا يتقنون القراءة هم في سنة ثانية لا يتقنون حتى تهجأة كلمة إذن هنبدأ شفنا الفيديو الأول اللي مكتوب فيه دعم ماذا تطرقنا فيه؟ تطرقنا فيه لماذا؟ لكلمات بحركة الفتح فقط مثلا نقول جمعا جلسا درسا كتبا قرأة الكلمات من هذا النوع فقط فيها حركة الفتح اليوم في مرحلة أخرى كل مرة ندخلوا حركة من الحركات فقط لازم التدريب اليومي على هذه الطريقة وبإذن الله التلميذ راح يتحس المستوى أحين شوفوا مثلا كلمة جامعة لاحظوا أبناء الأعزاء اللي بدأ على بركة الله هذه الكلمة ما هي أبنائي؟ جا ما ها جا عفوا عفوا أعزائي جا ما ها لاحظوا أعزائي هذه الجيم جا المين في وسط الكلمة وهين في آخر الكلمة الآن أذهب بهذه الحروف لأكتب كلمة أخرى جا لحظوا لحظوا نحن عندنا جامعة لحظوا أبنائي هيا لنقرأ هذه الكلمة هذه حرك الجيم جيم هل هي جامعة؟ لا هنا لدي ضم إذن بالضم ماذا أقول؟ أقول جو جو وهنا الميم كانت بالفتح هنا لدي بالكسر ماذا أقول؟ جو مي جو مي آه أحسنتم هنا لدي جامعة وهنا لدي جمعة أحسنتم إذن جو مي آه عفوا هكذا جو مي جو مي ها جو مي ها جو مي ها جو مي ها هنا لدينا جامعة جو مي ها جو مي ها لحظوا أبنائي لدي مجموعة من الحروف سأكون بها كلمتين لاحظوا أبنائي حرف العين حرف اللام وحرف الميم لاحظوا إذن أضع الحركات وأنتم تقرأوا ما هذه الكلمة يا أطفالي لاحظوا جيدا ما هذه الكلمة اقرأوا هيا إعزائي اقرأوا ها 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 بالفتح اللام بالكسرة والميم بالفتحة أيضاً ها 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 إذن نواصل الأبنائي هنا قلنا عاليمة لاحظوا نفس الكلمة لكن سأضع الحركات إذن ما هذا؟ عي بالكسر نقول عنها عي عل هنا إذن نقرأها بهذه الطريقة وهنا من أحسنتم الضمتين هي تنوين نقول من علمن إذن لاحظوا أبنائي أننا بنفس الحرف كوننا كلمتين هنا هذه دائما لما تكون عندنا سكون أنطقها مع الحرف اللي قبلها لا أستطيع أن أقول عي عي وحدها ومبعدها اللام وحدها عي لا جينة ثقلة وبالتالي دائما هنا ننطقهما معا عل عل من هنا أبنائي لدي كلمات حروف أخرى السين والميم والعين أريد أن أشكل بها كلمات أخرى لاحظوا أبنائي كتبتها هكذا لننقرأ حرف حرف ماذا لدي؟ سا بالفتحة نقول سام هذا ما هذا؟ مي مي سامي سامي وهذا ما هذا الحرف؟ سامي 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 إذن وهنا لاحظة سا أحسنتم سا الميم فوقها سكون ماذا نقول عنها؟ ماذا نقول عنها؟ أم أم إذن هنا سام 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 وعن وعن سام وعن سام وعن أحسنتم سام وعن جيد يا أبنه إذن أهزائي مع مجموعة أخرى من الحروف الباء الراء القاف هنا ماذا لدي؟ تبعو هيا ما هذا الحرف؟ جيد جدا با با الباء مع الفتحة نقول با هنا جيد جدا ري ري الراء مع الكسر ري باري باري الآن ماذا لدي هذا الحرف؟ هل هو فاء؟ ليس فاء؟ إنه القاف جيد جدا أبنائي باريقة باريقة أحسنتم إذن با ري قا باريقة هنا ماذا لدينا؟ أيضا با 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 نبدأ الكلمة ببا ماذا لدينا هنا؟ إنها السكون الراء مع السكون ماذا نقول عليها؟ الر الر بر إذن ننطقها بهذه الطريقة بر الحرفين معا دائما الحرف اللي معه السكون ننطقه مع الحرف الذي قبله بر لا أستطيع أن جيني ثقيلة أني نقول الر وحدها إذن بر بر قن بر قن بر هنا بريقة وهنا بر قن إذن بر قن إذن أبناء الأعزاء لدي الآن مجموعة أخرى من الكلمات لنقوم بوضع الحركات عليها ونقرأ لاحظوا ماذا لدي هنا حرف الر أضع عليه الفتحة ماذا لدي لدي ر ر هنا الف أضع عليه الكسرة في ر في ق ر في ق ر في ق أحسنتم ر في ق هنا ماذا لدي حرف الخ لنتعرف أولا على الحرف خ وحرف الط وحرف الف أضع عليها الحروف خ تحتها كسرة ماذا نقول تي خ تي خ تي خ خ تي تي خ تي تي خ أحسنتم جيد جدا أحسنتم أبنائي الآن هذا الحرف بسيط تناولناه قبل قليل ف ف ف هنا اله تحتها كسرة ف ه ف ه ما جيد جدا أبنائي ف ه ما ف ه ما ماذا لدي هذا الحرف إنه نفسه هنا إذن هو خ فوقه فتحة هو خ هذا الحرف بسيط جدا إنه سين أضعوا عليه كسرة إذن ماذا لدينا سي سي خ سي خ سي خ سي وهنا الر بفتحة خ خ سي خ سي جيد جدا خ سي إذن نكمل الكلمات الأخيرة ماذا لدينا حرف ماذا حرف الجيم أحسنتم حرف ماذا الميم وحرف العين العين إذن ماذا سيف أفعل هنا لاحظوا حرف الجيم فوقها ضمة إذن هي جو جو إذن وحرف الميم تحتها كسر جو مي جو مي جو مي وهذا الحرف ما هو ه ه جو مي وهنا ه جو مي ه أحسنتم جو مي ه جيد جدا وهنا ماذا لدينا لدينا حرف الذ حرف الكاف وحرف ر عليه الفتحة إذن لدينا ذ ذ أحسنتم ذ ذ وهنا ماذا لدينا الكاف تحته كسر كي إذن هنا ذ كي ذ كي وهنا ر ر ذ ذ كي أحسنتم جيد جدا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ إذن هنا لو أغير فقط الحركات ماذا لدي لدي دائما الحرف ذ لدي ذ ذ ذ إذن ماذا قلت هنا لدينا ذ ك ذ ك أ ر ذ ك أ ك أ إذن أبناء الأعزاء نسألنا إن شاء الله هذه الكلمة كما هي تعودوا تعملوها خط وتقرؤوها عدة مرات لما تقرؤوها أعزائي عدة مرات مرة أخرى بمجرد ما تشوفوا هذه الكلمة خالص راح تذكروها وهكذا مرة على مرة حين تحسنوا أبناء أنتما أذكية شطورين عندكم حق جميل جدا يقدر يفهم ويقدر يستوعب إن شاء الله خطوة خطوة راح تحسنوا مع بعض إلى هنا أعزائي قلكم ألتقيكم في فيديوهات أخرى ودروس أخرى في أمان الله أحبائي